لكن دايماً نرجع تاني للقاعدة الأولى. القاعدة الأولى إيه؟ القاعدة الأولى إيه؟ أن أنت ما تفرحش غير بعض صفارت الحاكم. وأنا النهاردة. النهاردة أنا كنت قاعد بتفرج على المباراة. أنا والأستاذ إهاب الخطيب والكابتن أسامة حسني. كنا قاعدين في قوضة الأستاذ إهاب الخطيب. فأنا كابتن أسامة. أسامة حسني ما كانش ليه يعني قال لي بصها. إسلام أنا حاسس أن المطشم يعني صعب علينا. مش عارف ليه هو أسامة. على فكرة أسامة من الناس اللي بتتوقع كويس قوي. فأسامة قال لي يعني بص يا كابتن إسلام. أنا حاسس أن أنا قلت له يا كابتن أسامة. ما عرفش وأنا كمان إيه؟ واضح أن كلامك صح. خلاص؟ المهم من المباراة فضلت ماشية ماشية ماشية. لغاية اللعبة بتاعة كريم بن حليب. لاعب نادي الرجاء. كرة جات له. معلش أنا حاجة كده شوية. مش مهم من النور يا جماعة. أنا حاجة كده شوية كرة جات له. أمواقف بصص كده وعمل كده. وبص ناحية دي. الوقت ده تحديداً أنا كنت طلع من القوضة. كنت طلع من قوضة الأستاذ إيهاب. وقلت حطلع أكمل في حتة تانية. ما كانش عندي أمل الحقيقة. أو يعني أمل كان 50% 50%. بعد ما شفت اللقطة دي. خدت الورق وامتبصص لأسامة حسني. ولأهاب الخطيب. قلت له يا أستاذ إيهاب. يعني كابتن أسامة. إحنا هنتعادل. وإن شاء الله ما عرفش هنكسب ولا مش هنكسب. بس قلت هنتعادل. ليه أنا قلت الكلمة دي؟ لأن افتكرت أنا كنت في الملعب بقى. في المباراة التانية. في المباراة السفاقسي اللي جابها سامير من شوية. لحضراتكم. نفس الموضوع بالزبط. أنا كنت في الملعب. وبصيت كده لقيت. لا ابنالي السفاقسي بيحتفل. وعمل يقول اللعبة يلا 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 يلا. ويقول للجمهور يلا نحتفل يلا نعمل. وساعتها كان عبد الكريم النفطي. على ما أتذكر يعني. عبد الكريم النفطي قال لهم يلا. وعايز يتبسط. هي الصورة دي الأولانية. ده مش عبد الكريم النفطي لأ. الصورة الأولانية دي كانت هي الأساس. لما شفت الصورة التانية بتاعت كريم بن حليب. لا بس مش هي دي كريم بن حليب. حبعتها أو حخلي حد يطلع حالنا دلوقتي. ده حميد أحداد وهو خارج بيحتفل مع جمهوره. فافتكرت الكرة دي تحديد. افتكرت أن عندما تتعالى على كرة القدم. عندما تتعالى على كرة القدم ورمحة تديلك. فأنتبسس لكابتن قسامة حسني. وبسيت للأستاذ إهاب الخطيب. وقالوا يا جماعة إحنا إن شاء الله حنتعادل. إن شاء الله حنتعادل. بعدها أعدت على الكنبة. ربنا كرمنا بهدف التعادل. بنبسط كريم بن حليب. ومش أنا الواحدي. أنا فجئت على الفيسبوك الحقيقة. محمود بن حليب. ماشي مش مهم. هو كل شيء بلافن. فالمهم. في الآخر أنا أقصد إيه؟ أنا أقصد أن الحاجات دي لا تتعالى على كرة القدم. ولا تأمن النادي الأهلي لغاية لما حكم يصفر. هو ده النادي الأهلي. وهو ده الفرق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. بجد والله قد إيه الواحد كان مبسوط وفرحان وفخور. على الرغم من إحنا ما كناش كويسين أوي الشوت الأولاني. وأنا بقولها لحضراتكم أهو. ما كناش كويسين أوي الشوت الأولاني. ولكن الشوت التاني مع التغييرات. مع تغيير طريقة اللعبة. مع الكلام ده كله سمعته مع استوديو التحليلي. مع الكابتن أيمن شاوي. ونجمنا الكبار اللي كانوا موجودين. وشفتوا فرحة لعبة النادي الأهلي. الموضوع اتغير. النادي الأهلي. الـ position في النادي الأهلي. 70-30. الاستحواز 70-30. 70 للنادي الأهلي. و30 للنادي الرجاء. وبالتالي النادي الأهلي هو الأقرب. هو الحق. هو الأفضل. هو اللي يستحق الحقيقة أنه يكون بطلا للسوبر الإفريقي. والسيناريو حلو. سيناريو المباراة. يعني ناتجته حلوة في الآخر.